هل تصرف سليم أني أفاوض على العنصر المادي أثناء المقابلة أو لا؟ في قايدة عسكرية نعشقها اسمها احتل ثم فاوض يعني أنا اليوم لما يوصلني العرض الوظيفي بناءً عليه أبدأ فاوض لكن المشكلة اليوم اللي حصلت معك أنك أنت جالسة تتكلمين أنا أريد أن أحصل على الترخيص وأخذ أكبر وقت ممكن من التدريب من المكاتب لكن بالأخير هما ما يدفعون أو المكاتب على الأقل اللي رحت لهم ما رح يدفعون لي أو ما رح يدفعون لي أو ما دفعوا لي فأنا اليوم لما أحصل على العرض الوظيفي بناءًا عليه فاوض بس إذا أنا ما عندي عرض وظيفي أفاوض عليش ما عندي شيء أصنع فاوض عليه لكن تصرفك صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم إيش يقول أعطي الأجيرة حقه قبل أن يجف عرقة فهذا طبيعي اللي سويته أنت لأنه أنا بالأخير أنا اليوم أعمل لأني أبغى أحصل على الخبرة وأيضا أبغى أحصل على المال لا يكون موضوع الخبرة سواءً لديك ولا عند الكثير من الناس عندهم مشكلة في موضوع أنه والله أنا عادي أعمل مجاناً لا لا تعمل مجاناً إذ دام في شركة جالسة تجني أرباح أو منظمة جالسة تجني أرباح لا أنت من حقك اليوم أنك تأخذ راتبك وهذا أبسط حقوقك يعني هذا أدنى أنواع الحقوق اللي المفروض أنا أخذها كموظف في هذه المنظمة وأيضا وزارة الموارد البشرية ما تقبل بهذا الشيء وأنا متأكد من اللي قادة أقول